أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات وزراعة أن العمل مستمر لزيادة تكثيف التشجير بمختلف محافظات مملكة البحرين بحسب البرنامج الموضوع ضمن الخطة الوطنية للتشجير جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وكيل الوزارة لشؤون البلديات برفقة المهندسة لمياء يوسف الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية وعدد من مسؤولي الوزارة وذلك للاطلاع على مشروع تشجير شارع الشيخ حمد بمدينة حمد في المحافظة الشمالية وأشار وكيل الوزارة لشؤون البلديات إلى أن عدد الأشجار التي تم زراعتها في المرحلة الأولى والثانية بلغت ثمانية ألاف وثلاثمائة شجرة فيما دشنت الوزارة المرحلة الثالثة والتي تهدف إلى زراعة ألفين وخمسمائة شجرة ليصل العدد النهائي الذي تسهدفه الوزارة في زراعة شارع الشيخ حمد بمنطقة مدينة حمد إلى عشرة ألاف وثمانمائة شجرة على طول ثمانية عشر كيلو متر وأوضح أن الوزارة مضية في تنفيذ برامجها ومبادراتها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة الوطنية للتشجير وأضاف وكيل الوزارة لشؤون البلديات بأن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتكثيف الأشجار في التقاطعات والشوارع العامة للتوسع في مشاريع التشجير بمختلف محافظات مملكة البحرين اشتركوا في القناة